تحت رعاية رئيس عبدالفتاح السيسي أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية والكيانات الصناعية وذلك لتوفير احتياجات البيت المصري بأسعار مخفضة تصل إلى 60% وذلك بمناسبة كرب حلول شهر رمضان المبارك أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض في بعض السلع إلى 60% بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتستمر فعليتها على مدار شهر وتأتي تلك المرحلة من المبادرة في ظل متغيرات دولية وإقليمية تحتاج إلى تكاتف الجهود لتخفيف الأعباء عن كهل المواطنين وهو الهدف من المبادرة أنا عايزة أشكر سيادة الرئيس على الحاجات الكويسة اللي هو بيعملها لنا هنا وفعلاً الحاجات الماتيرير بتاعتها كويسة وكل حاجة مناسبة جداً مبادرة حيلة وبصراحة كل حاجة موجودة وبأسعار كويسة جداً فإحنا طبعاً بنشكر جداً وزارة الداخلية على المبادرة الحلوة اللي هي عملاها هذه وكل صلاة طيبين المبادرة جاية في وقت كويس جداً في دخول شهر رمضان شايف المنتجات متوفرة وكلمات كبيرة والأسعار في المتناولة بالأسعار اللي موجودة برا تشارك في فعاليات المبادرة 993 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى المحافظات وكينات صناعية وشركات تجارية متخصصة وشوادر ومنافس بالميادين المختلفة موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليسل الوصول إليها من قبل المواطنين لشراء متطلباتهم فضلاً عن قيام الوزارة بتوجيه قوافل متنقلة من السيارات المحملة بالسلع المخفض أسعارها بالمحافظات المختلفة يحبا أشكر رأسيات الريس على إحساس اهتمامه بالمواطن المصري ومبادرة كلنا واحد اللي بنقدر نحنا ننزل نشتري من الأسواق ونجيب احتياجاتنا خصوصاً نحنا دخلين على أيام مباركة بالصراحة فيه انخفاض في السعر عن اللي هو العسار العادية بالنسبة 3040 بمئة يعني بقيقة مثلاً على سبيل المثال الكيلو بـ 15 و 16 لأ لئيته بتسعة وبعشرة فالحمد لله أنا بشوف المبادرة بموجودة في الحياة الشعبية كمان وفي كل المناطق حاجة كويسة جداً وتدخل مطلوب في الظروف اللي احنا فيها دي كميات كبيرة من السلع في السلاسل التجارية تتسم بالجودة العالية وتشير اللافتات عليها إلى نسب التخفيضات في إطار المبادرة وهو ما جذب أعداداً كبيراً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من هذه السلع بخاصة تلك التي ترتبط بشهر رمضان المباركة أسعار أقل مما كانت عليه في السابق يعني دلوقتي أحسن من أسبوع فيه الأسعار مخفضة حيث أن أنا أقدر أشتري كمية أكبر فصلاً إحنا ذكرين كمان على شهر كريم فأكيد بنحتاج حاجات أكثر لحتاجات اليومية زيوت والسكر المكارونات حاجات دي أسعارها بقتلطة كتير وأحلى كتير أنا أشكى وزارة الداخلية على المبادرة الجميلة لزل الظروف العالم اللي بيمر بها والتخفيض الأسعار 50% دي حاجة كويسة أنا أشكى سيادة الرئيس على المبادرة دي لأنها يكون مستمرة دايماً على خود إشادة واسعة من المواطنين بهذه المرحلة من المبادرة وبالجهد الذي تبزله القيادة السياسية للتخفيف عنهم وما تقوم به وزارة الداخلية من جهود لتوفير احتياجات المواطنين من خلال هذه المبادرة التي تؤكد على أهمية الدور الاجتماعي للوزارة كلاً أسعار منخفضة وكويسة جداً وأنا طبعاً بشكر الرئيس السيسي على المبادرة الجميلة دي وبشكر وزارة الداخلية وجيت اشتريت حاجات كتير وربنا يخليهم يا ربه يبرك في البلد الجميلة دي كلنا واحد مبادرة تعني الكثير للمواطنين في هذه الظروف الراهنة تلبي احتياجاتهم الأساسية بأقل تكلفة ومنتجات ذات جودة عالية وتأتي من منطلق المسئولية الوطنية تجاه المواطنين والحرص على دعمهم إقبال كبير من المواطنين على السلسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين منها والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة عبدالبركات التلفزيون المصري